طب حد النهاردة سألنا سؤال هل ممكن حسام غال يرجى على المنتخف؟ مستحيل مستحيل؟ لأن التلكيك ماشي هم لسه يقول لك مش عارف ايه اصله ايه وبعدين هو بقى عملها من منطق ايه بقى الباب اللي جيلك منه الريح سيده السريح هو ده بيجيب ليه دره بيجيب كابتن مش بيجيب العيب ومش بيجيب العيب شرقان ده جايب العيب كمان تقيل قوي تقيل اخذ بالك للتاني عايز يدي امارة انه متلاهف قوي يعني لو عمل زي غيره يعني هو حسام عنده منطق الراجل الصح يقول لك اعتذر عندما اخطئ عندما لا اخطئ ما اعتذرش حتى لو ليه مصلحة ده موقف رجولي ايه لا يتناسب مع الموقف اللي هم فيه اه بدليل انه بتجيب العيبة اعتذر عشان تضم امم وبيعتذروا خلاص امم بينهم حدد واحد كان بيقول لك انه مش متابع لما بيسألوه في عز الناس ما كانت مهتم ا بالمنتخدم. اه في فكاس الامم مش متابع. لدرجة بقي فيه عمل بايه اعلان يعني ما هو حتى مش فكرة أنه هو المش متابع لا الخطأ اللي كان بس المرسي يمشي به في المنتخب خلاص تابع عنه لا لا مش فكرة تابع عنه أصلا أنت برضو كجهاز في بعض الأحيان بتستخدم حزم وانضباط في حاجات لا يمكن تقولي تابع عنها وتسامح لا أنا لم يبقى عندي لعب يخرج من أو أستبدله بين الشوتين فيرفض البقاء مع الفريق ويقول لنا رايح للدكتور فما يروحش للدكتور ويروح للفندق وخدلك بشهادتهم وما عضاء الجهاز يعني فيه أخطاء يمكن تداركهم وتفهمها على أي حال برضو عشان ما يتأجل يعني مش عايزين ننخش لا أنا عايزين لك الحاجة لازم نساعدهم ولازم نشجع الجهاز على إرساء الانضباط الانضباط هو دولتي واحد تابع وتعلم خلاص هيولك كده منطقه كده أوكي إذا شايف فيه ده مصلحة فنية ليكن مع عشان كده أقول لك أنا هو جاب واعتذر واعتذر على الهواء والتاني قال له ده انت لعيب جميل يختع ليك خلاص يعني إبل إبل اعتذاره فاهمني لكن كابتن حسان بيقول لهم يا جماعة لو خسئ لو أنا خلطان أو أنا في الحاجات اللي تقالت إن أنا عملتها ده أنا روحت وأنا كابتن فريق دخلت قوضة مغلقة اتكلمت مع المسؤول بينه وبينه بقوله حصلوا واحد اتنين ثلاثة ففجأت إن الموضوع بيتسرب وبيكبر لو مش عاجبك الكلام تقولي ما تفتحش الموضوع ده أو أنا حشوفه لكن تعتبر إن أنا خرقت الأنظمة لا طبعا هي كانت لأسباب أخرى إيه لأسباب الأخرى؟ هل هو مش ملتزم في الملعب؟ زي ما بيتقال بيشتغل من دماغه عمل فيها يعني ليدر ومبدع ويستطيع أن يخرج عن النص يعني هو شايف على المصرح الجمهور ما بيتحكش فقال إفهات المخرج قال له ما تقولش غير النص ممكن أنا معرفش يعني إنما أنا شاعر إن الكيميا مش موجودة ها؟ قد يكون هو مستر هيكتر يقبل اعتذر حسام لكن هل حسام حيعتذر؟ ما هو يعني أنت قلت نقطة مهمة اعتذر عن ماذا؟ يعني إذن إذن أنا بأخذ على هذا المقصد معرفتي بشخصية واحد بيقولك أنا مش هعتذر لأني ما غلطش ها؟ إنما لو غلطت هعتذر مش نوع من التكبر يعني أعتذر على الخطأ ما هو الخطأ؟ يعني أنا دلوقتي روح تكلمتي مديري في الشغل بقول له أنا فيه أنا المتداية من واحد اتنين تلاتة تروح إنت ما هددني بالفصل أو تجمدني أو ما ترقنيش عشان تقول إنت بتتمرد على الإقدارة ده أنا بيني وبينك في قضة مغلاقة لا هددتك ولا قلت لك مش هايسمع كلامك ولا قلت لك أي حاجة ده كلام الكابتن حسام أنا بفترض إن ده بيقول وطبعا كابتن حسام بمعرفته به مش هيجد أما ما سألت بقى إنه تقل أصلحنا روحنا عشان ننهي الموضوع برضو دي تلكيكة تانية وهو ما جاش ده أنت روحت في مكتب رئيس النادي ورئيس النادي ما تكلمه قال له أنا عندي تمرين وأنا فاكر إن أنتو هنتقابل في النادي وده المنطقي أنا لو جيت لك مش هحضر التمرين إيه فيها دي طب نعمل قعدة تانية إيه المشكلة أو خلص تمرينك ونتقابل بالليل يتعزموا كده على عشاء ولا بتاع مع بعض يوم وكان يخلص ما كانش فيه إنية أن يخلص الموضوع أيوة هي دي عشان كده ما تيجي تقولي دلوقتي شايفها صعبة أو مش مسألة سنة أو الحاجة لأن الكابتن عصام الحضري تم استبعاده ولما لقوا أنه فيه مصوغ وحصل كلامه حصل كلام جميل جد لكن لما لقواه محتاجه محتاجه ملتزم ومستوى طلع قال له مش هعمل مشكلة هو قال له مطمنه أنا مش هعمل مشكلة تانية